اشتركوا في القناة في هذه الفواتح التي هي حروف تلفظ مقطعة متقطعة طيب على وجه السرعة هي اولا عندنا 29 سورة من سور القرآن الكريم تبدأ بالحروف المتقطعة الاف لام ميم كافة حينصاد الى اخيري 29 سورة اذا عندنا 29 بروح منها 3 بظل كام 26 لا بس انا كنت لاحظت انه اللي رده على طول طيب اه الان 26 نزلت في مكة يعني هذي اذا موضوع الفواتح بالدرجة الاولى في مكة طب واللي في المدينة ايش بتعرفوا اول سورة نزلت في المدينة البقرة يعني بدأ نزولها اما هو في اخر آية نزلت برضو في البقرة ما هي بس احنا متكلم السورة بشكل عام عندك البقرة ثم ايش كمان من المأدني العمران والرعد بش تبدأ الرعد الف لام ميم را معناته اكثر اكثر ما وردت هذه السور او هذه الفواتح الملفوظة متقطعة في مكة في مكة ويعني العرب العرب اقصد اللي ما امنوا ما استشكلوا الوضع ما اعتبروا هذا في حذ ذاته شي مستغرب لان هي معروفة هي عبارة عن حروف هي عبارة عن حروف ولا يجوز ان تلفظ كلمات هي ممكن تكتب كأنها كلمة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف تلفظ فاذا هي تلفظ الف مثلا الف لام ميم ومش بس مش بس هذا وإلها احكام في اللفظ يعني قداش بدي امد مثلا اذا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا بالضبط كيفية اللفظ بما في احكام اللي باخدوها الان اللي بيعرف القراءات وعلم التجويد الى اخره اذا هي تلفظ بوفق قواعد معينة هي حروف هي حروف واضح والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ياها حروف ولكنها كتبت كتبت متصلة بعضها البعض الف لام ميم مثلا متصلة كفايا عين صاد طاها عين سين قاف حاميم وأفكرة حاميم في سورة الشورى حاميم آية وعين سين قاف آية نيجي على هذا الكلام في مكة أهل مكة طبعا ما استشكلوش المسألة هي هذه حروف هذه الحروف حروف العربية تمام طبعا مش كل الحروف مش كل الحروف طيب هذا في مكة في المدينة حتى لاحظوا أنه البقرة أول ما نزل برضو يعني مقاربة للمكة الف لام ميم هي إذن 29 سورة وأكم فاتحة بدأتكون 20 عفوا 30 ليه لأنه عندي أنا حاميم عين سين قاف حاميم آية عين سين قاف آية ولكن ولكن هذا هذا اللي بين إيديكم المصحف اللي بين إيديكم اللي هو يعني بيعتمد ما يسمى بالعدد الكوفي أو وفق قراءة رواية حفص مثلا اللي منتشر في العالم الإسلامي أكثر وليش طبعا منتشر أكثر من غيره أنتم بتجدوا من 29 سورة 19 19 فاتحتهم آية و10 فاتحتهم إيش مش آية إذن 19 فاتحتهم آية و10 فاتحتهم مش آية وهذا إيش المقصود ألف لام ميم هون تجدوا آية واحد في المصحف اللي بين إيديكم أقصد ألف لام ميم كافاية عن صاد آية طاها آية ياسين آية صاد مش آية نون مش آية قاف مش آية ألف لام ميم را مش آية كل ألف لام ميم را مش آية عندك على فكرة عندي 10 11 12 13 14 15 هذول ألف لام ميم را اللي هي الرعد يعني مش آية وقافوا النون وصاد مش آية وطاة سين مش آية بس طاة سين ميم آية لا يعقل أن الصحابة يكون هذا اجتهاد منهم يعني أنه نعتبر أو المسلمين فيما بعد لا هذا شيء توقيفي أنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مش اجتهادي هذا يتلقى بالوحي ولو فتحت الآن نفرض على قراءة ورش بتقولون لي شو على قراءة ورش آمه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما أخذ صحفه عن صحف أبي بكر تم مراعاة كل القراءات اللي قرأها الرسول صلى الله وسلم بالتوتر ومن ضمن القراءات إنها آية ولا مش آية ضمن القراءات ولذلك عدد الآيات مرتبط عند العلماء بالقراءة عدد الآيات مرتبط بالقراءة في ورش كل هذول مش آية يعني ألف لام ميم البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ودل المتقين هون واحد هون الآية لكن في المصحف اللي بين إيديكم ألف لام ميم هاي واحد ذلك الكتاب لا ريب فيه هاي اثنين تمام إذن فيه قراءات أخرى معناة الرسول صلى الله عليه وسلم معلم معلم تعليم بإمكانك إنها تكون آية وما تكونش آية لكن كل هم اتفقين على إنه ألف لام را وألف لام ميم را مش آية وكذلك قاف ونون وصاد وطعصين مش آية هذا ما معقول ما قلنا مش معقول إلا مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما إنه القراءات الرسول قرأ بأكثر من طريقة أرجلكم وأرجلكم في موضوع الوضوء مثلا وأخذنا منها الغسل وأخذنا منها المسح أرضو أرجلكم وأرجلكم أخذ طبعا هذا أهل اللغة الآن أخذ الغسل والمسح في آن واحد نفس الشي يبدو في القراءات مشان تعطي معاني يعني عندما تعتبر آية شو منفهم عندما لا تعتبر آية إيه هذا مش فقط طعفكرة في الفواتح أيضا مثلا في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا آية بعدين اللي بعدها لاحظه عجيب إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت إلا أن يشاء الله مش ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله لا ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا طب ممكن أجدها عند قراءة ثانية مش واقفين عند غدا مثلا تمام مثلا بتعليم الرسول فيش اجتهاد فيش اجتهاد في هذه المسألة هي بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما في قراءات في أيضا تعليم آيات على فكرة عدد العدد ولذلك يعني كنا نتعلم العدد روايات كثيرة تقول كنا نتعلم العدد تعليم العدد من ضمن التعليم إنه بتصير هيك وبصير هيك شو بنتجون شو بنتجون مش موضوعنا نستفيد الآن إذن هي لحظوا تسعتاشر صورة في المصحف اللي بين إيديكم تسعتاشر صورة فاتحتهم آية وعشر صور فاتحتهم مش آية وما لهاش علاقة كونها حرف ولا أكثر يعني ألف لام ميم آية لكن ألف لام ميم را مش آية وصاب مش آية هاي حرف واحد وطاسين الحرفين مش آية بس ياسين آية تمام هذا مش محل إجتهاد هذا كله أخذ أنا الرسول صلى الله عليه وسلم طيب الآن المسلمين طبعا الآن هذا في حد ذاته لغز الف لام ميم لغز الكافايا عن صاد بس خليني أوضح هون إنه إحنا عارفين إنه هذه حروف إحنا عارفين إنها حروف ولا تقرأ كلمات وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إياها إيش علمنا إياها حروف خلاص إذن إحنا عارفين إنها حروف والأصل في الحروف ما لهاش معاني حتى لما تكون عين حتى لما تكون عين إلها معنى في اللغة العربية زي مثلا العين الباصرة وعين الماء والعين اللي هو جاسوس والعين اللي هو وجيه وجيه في قومه مجلس الأعيان اللي هو حتى لو إلها معنى ما حدا بقول إنه في عين سين قاف هون المقصود العين الباصرة أو لا لا مش هذا هو حرف نون مع أنه ورد نون إنه بالحوت وجمعها نينان نينان بس ما حدا يقول الآن ومش صحيح إنه نون هون مقصود فيها الحوت ليش؟ لأنه نون والقلم وما يسطرون نون هاي الحرف والقلم أداة الكتابة وما يسطرون الكتابة بشيك؟ نون الحرف والقلم اللي هو هذه الوسيلة وسيلة الكتابة وما يسطرون ما ينتج الكتابة يعني ملهاش علاقة بالحوت فهنون حرف بس حرف فهمه المسلمين إنها حرف فهمه مستغلق يعني إلها معنى وإحنا مش فاهمينه؟ لا دققوا معاي إلها معنى وإحنا مش فاهمينه؟ لا لذلك العلماء اللي قالوا هذا من المتشابه لا مش صحيح الكلام ليش المتشابه؟ يعني اللي ما يعرف معنى موكول علمه للخالق إيش علم إيش؟ ما نعرف هذي حروف هذي عين هذي العين وهذي اللم وهذه المين وهذه الطا وهذه السين نعرفين أما إيش الحكمة ليش إيش الحكمة ليش مذكورات ومش بس مذكورات مذكورات في صور وفي صور مش مذكور بعدين في صور مشتركة في فاتحة مثل ألف لام ميم البقرة ألف لام ميم إيش ألف لام ميم صورة 29 عن كبوت الروم لقمان السجدة هاي بعاد عن بعض معناته على فكرة الأصل نفكر نحن إنه هذول مشتركات بالفتحة ليش مع أنه بعاد عن بعضهم ألف لام ميم البقرة ألف لام ميم العمران بعدين لاحظوا الصورة 29 الآن يعني الصورة 2 والصورة 3 ثم الصورة 29 30 31 32 ليش بشتركوا في ألف لام ميم ليش بشتركوا في ألف لام ميم في حين بتيجي صور وراء بعضها على فكرة زي الحواميم أو آل حاميم في ناس كرهوا الحواميم تعبير بس طبعا كلام مجدقيق يكرهوا تعبير حواميم آل حاميم بشيك هي لاحظه 40 41 42 43 45 45 46 وربعض والإف لام رائزة بتلاحظوا 10 11 12 13 14 15 وربعض في حين طاصين ميم في طاصين ميم بعدين بتقطعها طاصين بعدين طاصين ميم وربعضهم 26 27 28 تمام بتيجي قفل حالها ونون نون على فكرة أول واحدة نزلت مرتبة آخر واحدة أول واحدة نزلت نون والقلم هي أول واحدة آخر واحدة مرتبة ولو قسمت القرآن قسمين متساويات كسور 57 57 تجد 28 في النصف الأول ونون في النصف الثاني لحالها نون بتقولولي أنت سميت مركز نون عشان هيك ولا كيف إلا هو طيب سبحان الله الاسم هذا من وقت ما سمينا في 98 لليوم وبدأ كثير ناس يسموا نون أعجبهم الاسم يبدو طيب هي نون طيب طيب الآن بدهم يفهموا المسلمين فبدوا يبحثوا إشي ممكن يكون مش المعنى لعظوا دقيقوا مش المعنى لأنه مش المعنى هذه حروف بنعرفها والحروف على فكرة لها صفات الحروف لها صفات وهذا كله معروف عارفينها عارفينها بنعرف صفات الحروف بنعرف صفات الحروف ليش هاي الحروف إيش الحكمة منها ليش سوار آو سوار لأ ليش في مكة الستة وعشرين وثلاثة في المدينة أكثروا في مكة بعدين في المدينة ذكركم فإيش طبيعي إنه المسلمين العماء يبدوا يحاولوا يفهموا إيش مش المعنى يفهموا ليش هيك إيش يعني هذا تمام هون جيد إني أتوقف شوية وألفت الانتباه لقضية سبق ذكرناها إنه قلنا القرآن الكريم فيه آيات تتعلق بعقائد آيات تتعلق بأحكام فقهية آيات تتعلق بتشريعات مختلفة طلاقه زواجه إلى آخره ميراثه وآيات 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 هاي الآيات تتعلق بالميراث هاي الآيات تتعلق بالطلاق هاي الآيات تتعلق بكذا طب القرآن كله كله إيش إذن فيه آيات تتعلق بالعقيدة وفيه آيات تتعلق بالشريعة والشرائع تفاصيل وفيه آيات في علم الاجتماع وفي علم النفس وفيه فيه طب كله كله على بعضه إيش هو هو كتاب في منهج التفكير كيف نفكر ولذلك الناس اللي بغضوا من القرآن مباشرة وبتعاملوا معه بيتطور عندهم منهجية سوية في التفكير والمسلمين لما تخلفوا ابتعدوا عن القرآن فاختلت عندهم المنهجية لكن لحظوا المسلمين الأوائل لأنهم كانوا يتعاملوا مع القرآن مباشرة بدت تظهر عندهم العلوم الهائلة وهي البشرية اللي نشايفينها أنتوا الآن العلوم اللي فيها البشرية لو رجعنا رجوع معاكس نرجع للاحظة نزول القرآن وهذا ثابت تاريخيا تغيرت منهجية الناس في التفكير والتعامل مع العلوم المختلفة إلى آخره فهو كتاب في منهجية التفكير لذلك بيختلف عن أي كتاب قلنا البشر من أول ما تفتح تفتح كتاب لأي إنسان تجده من بداية من أول صفحة إلى آخر صفحة يتدرج فيك ويربط بسهولة مشان تخذ المعلومات لكن في شيء أهم من أخذ المعلومات كيف أفكر لأن الإنسان إحنا سبق قلنا بهمش أعيد المثال واحد ولدته أمه اليوم من أول يوم وهو عمره يوم قرأ مجلد وحفظه وما نسيش ثاني يوم لما خمسين سنة وهو يقرأ كل يوم مجلد كتاب ما ينساش ولا إيشي كمان قداش يعني بدي يكون قاري في حياته كلها يعني 18-19 ألف كتاب طب هذول 18 ألف كتاب ولا 19 ألف بينفعوا مثلا في علم النبات بكفي يعني في علوم النباتات طب بينفعوا في الفلك لو بدنا نكتب في الفلك بكفي 18 ألف طيب لو بدنا نروح في علم في تاريخ تاريخ مثلا آسيا بكفي طب تاريخ الشام بكفي 19 ألف بكفيش إذن شو بيمكننا نأخذ يعني إحنا في هالعمر هذا معلومات إذا القضية قضية تحشي معلومات واليوم على فكرة صارت شغلة المعلومات سهلة وإنترنت ومش إنترنت ومليارات الصفحات وبدك المعلومة بتحصلها إذن شو الحل شو الحل طالما إحنا عمرنا قصير يا دوب نأخذ قطرة منها العلوم الهائلة قطرة طب والعمل العمل إنه إنت لازم تربي الناس على كيف يفكره منهجية التفكير وبعدين المعلومات بتجيبها هو مش معناته ما يخذش معلومات بشيك لكن المهم المنهج لذلك الأمم اللي بد يكون فيها إبداع إبداع هي بتدرب على منهجية التفكير مش حشو معلومات وفي النهاية يجي وقلوا لي هذا كان الأول على صفه شو يعني أول يعني الحافظة الكمبيوتر هو بيحفظ أكثر من غيره هذا هو هذا هو الآن لا هي القضية مش هيك القضية كيف يفكر وأثناء وحنا نعلمه كيف يفكر بيأخذ معلومات مش هيك كيف يفكر وذلك الكرآن بيختلف عن أي كتاب ثاني هو أنت بتضطر تتوقف تتوقف وتنظر شو علاقة الآية الأولى بالثانية الثانية بالثالثة حتى جملة داخل الآية الوحدة أنت بتحتار وبالتالي شو معنات يعني أنه بيعلمك منهجية التفكير إذن أنت لاحظها خلينا نيجي لحروف الحروف الفلامين كفاءة عن صاد لابد يوضع الإنسان أمام الغاز مشان يحاول يحل أثناء محاولته للحل شو بيصير بيفكروا منهجية من هنا منهون ومنهون ومنهون هذه واحدة هذه واحدة من التحديات اللي هي الحروف إيش فواتح إيش الصور هي تبدو إذن هي مش معانيها هي معروفة حروف طب لأ بيظل السؤال الحكمة وليش فيها 29 صورة وليش فيه صور بتتشابه فاتحتها دقيكم معاني هاي بيبدأ التساؤل ما هو أول العلم إيش إنك تقدر تتساءل إنت وتستشكي المسألة مشان توصل للنتائج مشان توصل فهون منستفيد إيش استثارة فضولك إنت وثم بدأت أن تتحلل هاي هاي دير بالك هاي من أساليب إيش تطوير التفكير والقدرات ومنهجية التفكير هاي بعطيك عدد صياغ هو سبحانه وتعالى هاي عطاك الحواميم وراء بعض ثم أجت الشورى بينهن حميم عنسين قاف هاي عندك الألف لاميم مقطعات هون تنتين وراء بعض هنا أربعة تحت وراء وبينهن فاها طيب لاحظوا إذن كافية عنصاد لحالها مجاش مثلها خماسية ليش آه إذن حاول العلماء الإسلام يفهموا الخروف مش معانيها مش معانيها لا ليش بهذه بعضهم أجا قال ما هو فيه في العربية في اللغة العربية فيه العرب معتادين إنه فيه حروف تنبيه مثلا كيف لما تقول ألا هب بي بصحنك فاصبحين مش في الشعر الجاهلي مش هيك وألا لا يجهلن أحد ألا لا يجهلن ليش ألا هاي هاي حرف تنبيه يعني مش هنيسمعك ينتبه ألا لا يجهلن أحد علينا ألا هب بي بصحنك لا مش هيك هذا حرف إيش تنبيه تنبيه وأما أما والله أما والله لا مش هيك ألا أما حتى الها الها ها ها أنا ذا ها أنا ذا ها قد حصل العمر لاحظوا ها العرب تستخدم حروف لتنبيه فبعضهم قال يبدو بجوز حروف تنبيه هاي في بداية السور لأنه لاحظوا كلها في البداية أول شي ولكن أقوى ما قيل قالوا إحنا استقرأنا القرآن وجدنا إنه معظم هذه الحروف يأتي بعدها الكلام عن الكتاب والقرآن تلك آياته الكتاب المبين مثلا ألف لامرة ألف لامرة تلك آياته الكتاب المبين ألف لام ميم ذلك الكتاب صاد والقرآن ذي ذكر نو نو آنون نون والقلم وما يسترون كافا يا عن صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا ألف لام ميم عن كبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن وهم لا يفتنون مشكل شو ظل ألف لام ميم أربعة هنا ألف لام ميم غلبت الروم وفي أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم برضو بدك تتساءل أنت كمسلم بدك تتساءل ليش هناك في البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب وفي آل عمران الله وبعدين بتكلم على الكتاب طيب وهون في لقمان برضو في لقمان يتكلم على الكتاب وفي السجدة برضو يتكلم لكن شمعنا يعني الروم لاحظ أنت بوضعك أمام تساؤلات شمعنا الروم طيب شو العلاقة بين هذه السور اللي الفاتحة نفسها طيب ما فيه ألف لام ميم را كمان هاي زادت الرا إيش العلاقة طيب ما فيه ألف لام ميم صاد الصورة السابعة إيش العلاقة هاي نضيف لام ميم صاد فقالوا لاحظوا أول شيء لاحظوا ملاحظاتهم أولا بعضهم لاحظ أنه أنه هذه الفواتح مكونة من أربعة من أربعتاشر حرف أربعتاشر حرف وعفكرة بدون تكرار هي أربعتاشر فاتحة كمان هي أربعتاشر حرف بتكون بدون تكرار أربعتاشر فاتحة وبالتكرار تسعة وعشرين ثلاثين تمام بالتكرار لاحظوا أنه نص نص الحروف لأن الحروف يا بتكون ثمانية وعشرين بدون التفريق بين الهمزة والألف يا تسعة وعشرين ما هون نص يعني أربعتاشر نص الثمانية وعشرين أو نص التسعة وعشرين ما هي بتنقاسم أربعتاش وخمستاشر إذا كانوا فرقنا بين الهمزة والألف لاحظوا هذه ملاحظات شو يعني ملاحظات يعني هم يدرسوا في محاولة أيها جميل لأن القرآن أصلا جايك هو هو قال لك هاي حروف بديش أعطيك معاني هاي حروف بديت هي التي توصلك لأمور وممكن تجدوا فيها الأسرار عظيمة أنتوا كمسلمين ونستثير تفكيركم وتتساءلوا ولحد الآن أفكرة مش عم بربطوا للمسلمين الربط الصحيح لأنه أصلا كان فيه عصور تخلف عندنا وهينا أحنا يعني بدأنا الحمد لله وبدأت الناس تنظر بطريقة مختلفة ولذلك الأسرار جاي جاي في هذا البال لذلك الكفار ما يفرحوش لأنه في بعضهم قال خصوصا أهل المبشرين هاي فيه أشياء مش مفوما في القرآن مش مفوما حروفة هي معروفة نعرف الألف قصدك ليش هو الكون ليش هو الكون اللي الله سبحانه وتعالى مسخره إلنا الكون اللي مسخره إلنا هو إحنا فهمنا يعني بس هو أكيد قبل ما تنتهي الدنيا بيكون إحنا استفدنا من الكون تمام مش هيك؟ ومسخر كله إلنا أنه كون أفكرة السماوات والأرض بس مش الكرسي والعرش تمام؟ فبالتالي إحنا هاينا منستفيد قاعدين ولما نستخدم المنهجية السوية في التفكير عم نستنبط من الكون والقرآن نفس الموضوع القرآن في الأمور اللي أنت مكلف فيها الآيات واضحة كله الصغير والكبير بيعرف في الصلاة في الصوم في الزكاة في العليل الأشياء المكلف فيها وفي العقيدة الله واحد ومحمد رسوله طيب هادي بدهاش لكن فيه تفاصيل مما مش كل الناس مطلوب يعرفوها أصلا ولكن البشر لازم يعرفوها لما نزل القرآن للبشر البشر بيعرفوها أنهم بشر في أي عصر ما هي نازل لليوم القيامة ما هو نازل لليوم القيامة أصلا القرآن بده فقالوا احنا ملاحظين أنها 14 حرف كونت 14 فاتحة بدون تكرار بالتكرار 29 بس هايرجعنا للـ 29 ما احنا قلنا رحوف يا 28 يا 29 تمام وعلى فكرة 29 سورة لما احطوهم مرتبات انت بتكتشفوا اللي بواسطهم هي سورة 29 هن 29 واللي بواسطهم 29 هاي من لاحظ لاحظوا الآن هن 29 واللي بواسطهم 29 انسوا هذا الآن شوي ماشي ماشي هذا مشان يحفظوه هذا مشان يحفظوهن إن شو هن الحروف فحطوها في عبارة نص حكيم قاطع له سر هذه مشان يحفظوهن أما هذا يمكن الحقيقة تكوين أكثر من عبارة في هذه المسألة من هذه الحروف هون هون بس مشان يعلموهم في التجويد مشان يتذكرهم ايش هن الحروف الاربعطاش لاحظوا والعلماء لما تطور التعامل مع اللغة بدوا يبحثوا فيه ايش يسمو صفات الحروف هذا ما كانش أيام الرسول صلى الله عليه وسلم البحث في صفات الحروف فوجدوا انه مثلا فيه اللي بدرس التجويد بيعرفوا انه فيه حروف استعلاء يقابلها حروف ايش استفال تفخيم يعني حروف تفخيم حروف استعلاء يقابلها استفال وجدوا انه مش بس نص الحروف الحروف الهيجائية او الابجادية يعني ابجادية اربعطاشر وانما لما تأخذ حروف التفخيم او اللي هي الاستعلاء نصها شو معنات نصها على ذكرة يعني اذا كانت 12 بتكون 6 بس اذا كانت 13 بس يصير 6 و7 يعني مش هيك هيك نفهم هذا حروف الاستعلاء نصها الحروف هاي حروف الاستفال نصها طيب ما فيه حروف الهمس وحروف الجهر نص حروف الهمس نص حروف الجهر طيب ما فيه حروف لاحظوا اطباك وحروف انفتاح نص حروف الاطباك نص حروف الانفتاح فيه حروف شدة وحروف رخاوة نص حروف الشدة نص حروف الخاوة طب مثلا في ست حروف حلق نص حروف الحلق طب ما في حروف القلقلة نص حروف القلقلة هن خمسة في كرة اثنين وثلاث يعني المهم هذي هيبدو يلاحظوا شوفوا هيبدو يلاحظوا طب ما هو ما كانش في أيام الرسول صفات يعني قصدي يبحثوا صلى الله عليه وسلم يبحثوا الناس في صفات حروف ولا غير هنجت بعدين بعدين وجدوا انه هيبدو يلاحظوا ظواهر ظواهر موجودة في هذه الحروف لأنه برضه بدون تساءله ليش من وجدتش باقي الحروف في الثانية هاي كمان سؤال كبير ليش باقي الحروف الثانية الاربعتاش الثانية او الخمسطاش اهمي لاش ليش هذا السؤال لازم ينوضع والحنا الان عم نثير افكار مشان نشوف طيب الان عجوا لما استقرأوا هاي رجعت لشي اللي قفزنا عنه لما استقرأوا وجدوا انه بس اربعة الكافاية عين صاد الروم غلبة الروم احسب الناس اللي هو العنكبوت ونون والقلم يوم ما يسترون ممكن تقول كافاية عين صاد ذكر ورحمة ربك عبده وذكرية ممكن تدخل في موضوع الذكر بشكل عام ونون والقلم يوم ما يسترون ما انت بنعمة ربك مجنون الوحي يعني مش هيك يعني هاي بجوز تبقى بس تنتين اللي هن احسب الناس وان يتركوا العنكبوت ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون غلبت الروم في ادنى الارض غلبت الروم فكرة آية انتبهها غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون هاي آية شوفوا العجيب آى غلبت الروم آية وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين بعدين الآية بعدها لله الامر من قبل هاي الآخرين الآن ليش هذا مستثنى آى لما استقرأ وجدوا معظمهن التسعة وعشرين هيصف تقريبا قديش يعني من التسعة وعشرين هي سبعة وعشرين تقريبا كله له علاقة بالكرآن والوحي والكتاب قالوا إذن إذن ممكن هي نوع من إيش وهذا أقوى وجهها فكرة توصلوا للقدماء وإحنا مش معنيين في باقي الوجوه ولكن في محاولات للفهم وهذا المطلوب المطلوب محاولاته تفكر أنت وبعدين بتوصل إذن هذا مش موضوع مشان ما نوصلش هذا موضوع مشان نوصل لكنه بكودنا في مسيرة مسيرة ارتقائية مسيرة ارتقائية في الفهم والتفكير والمنهجية مشان نوصل ونحل ونعرف الحكمة مش المعنى معنى ما هي حروفها هي معروفة قراءها الرسول صلى الله عليه وسلم حروف طيب الآن قالوا إذن كأنه طالما كله كتاب 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 وكرآن وكتاب معناته القضية كأنه بدي قلهم مش القرآن معجز وعلى فكرة مش معجز فقط في بلاغته لا هو له وجوه في الإعجاز خلينا على مستوى بلاغته هاي الحروف هاي الحروف اللي بتتكون منها كلامكم كلام العرب كلهم بتمركوا الحروف يعني بتمركوا المواد الأولية بتمركوا المواد الأولية من من نملكها طب تفضلوا تفضلوا أعطوني من عندكم نص شيك تفأتوا بسورة في الأول تحداهم كم بالقرآن بعشر سور أقول لك بسورة ما هي الكوثر سورة عشر كلمات عشر كلمات انتو بتعرفوش يعني كيف كيف لما أجي إنسان تيجي تقوله هيك نجار يعني نقول لعظو هاي عندك المواد كلها هاي الخشب وهاي المنشار وهي وهي مواد اللاسقة وكذا أشوف ابدع مثل هذه الخزانة ابدع لي حتى نشوف إنه قدش النجار هذا مبدع مبدع هاي المواد الأولية شو ظل شو ظل بدك أنت آه خبراتي وقدراتي الآن اللي ما لها علاقة بالمواد المواد هاي هاي متوفرة متوفرة عندك المواد طيب متوفرة عندك المواد البنى أشوف ابدع مثل هالقصر متوفرة مواد البنى متوفر كله تمام موجود عندك موجود عندي طيب يلا أشوف ابدع آه القصر مش المواد القصر مش المواد القصر إذا بتلاحظو فكرة آه فكرة فكرة بالدرجة الأولى كيف بدأت ترتب المواد كيف بدأت ترتب المواد وهون كانوا بقولهم هاي الحروف تضلوا تملكوها منملكها بتعرفوها منعرفها لكن بيظل السؤال بيظل السؤال طب ما هو مش كل الحروف اعطانا لكن تقريبا في كل الصور اللي تحدث فيها ما عدا صورتين صفة بالطريقة اللي ذكرنا فيها كله كان يتكلم عن الكتاب والقرآن صورة يوسف تلك آيات الكتاب المبين في صورة الحجر تلك آيات الكتاب هو قرآن مبين بشيك مثلا هاي ايش والغريب طب هون بتكتسأل سؤال ليش في الحجر الف لا مرا تلك آيات الكتاب هو قرآن مبين لكن في صورة يوسف الف لا مرا تلك آيات الكتاب المبين لازم توقف لازم توقف وتشوف ليش نوعلك وفيه فواتح بيجي بعدها مباشرة كتاب بعدها مباشرة كتاب بدك تفكر هذا اللي وصوله قديما في منهم قال غير قضية حروف التنبيه وغير قضية انه هاي المواد هاي تفضلوا المواد تفضلوا بتحداكم الكرآن تعرفوهن انتوا دول تفضلوا لذا العرب المكيين هم كانوا عارفين انه هذي حروف وانه بتحداهم أصلا تمام والحروف اللي بعرفوها لكن ما جابش كل الحروف هاي كمان بيصير سؤال ليش هاي الحروف بالذات يعني دكوكم هاي ليش هاي الحروف بالذات يعني اللي هي خليني شوي هون أدخل أكثر شوي إذن لابد كل التساؤلات هاي لأنه هي بداية المعرفة واكتشاف بدها نظر سبق ذكرت لكم شخص اسمه سعيد الشربيني تكلم عن اللغة الكونية الأم وتكلم عن علم بدأ العمل فيه في بريطانيا سنة 2003 2003 وإنه هو العربي الوحيد المتخصص دكتوراه هو في هذا اللي هو العلم اللغة الكونية الأم وبتجدوه موجود على اليوتيوب جاي أنا بنصح إنه تحضره في لقاء معاه وكان جاي من من لندن لسعودية واستضافوه في الجامعات هناك واستضافته فضائية وقتها أظن فضائية الرحمة سنة 2015 ممكن كان أو قبل هيك كمان وتكلم عن اللغة الكونية الأم اللي هي في النهاية تخرج بنتيجة إنه الآن العالم الدراسات بتقول إنه لغة اللغة الأم لكل لغات العالم هي العربية ثم تكلم عن موت اللغات ولما كان تكلم في السنة اللي بتكلم فيها قال إنه موجود 602 لغة كأنه بيموت كل أسبوع أكتر من لغة كل أسبوع بتموت طب كيف بتموت اللغة كيف لما تقولوا مثلا لغة شيكسبير الآن الآن بريطاني يعني شيكسبير اللي هو فات 1616 مثلا ميلادي شيكسبير تصوروا قدش بينه وبينه الآن البريطاني العادي اللي دارس في المدارس والجامعات عادي مش دارس لغة قديمة ما بفهم على شيكسبير بس أنتم بتفهموا على أبي بكر لما أجقال أطيعوني ما أطعت الله فإن عصيت الله فلا طعت لي عليكم شو هالكلام كله كلام من ابن اليوم هذا الكلام ابن اليوم هذا الكلام كله مفهوم هذا بس العرب على فكرة اللي عندهم هايك تمام بس العرب اللي بقدروا يرجعوا 1400 و 1500 سنة وَأَلَا لَا يَجْهَلَا أَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهَلَا فَوْقَ جَهْلِيْا لِلْجَاهِلِينَا يعني أكم كلمة صعبة ها آه فيه فيه اشي مات موته القرآن يعني والسنة موتته احيت من العربية الاشي اللطيف على فكرة العربية فيها كان اشي يعني من زي باقي اللغات ومات فيه اللغات بتموت وبهسر الرجل هذا كيف بتموت اللغات لكن هون بتركز على قضية واحدة بس من الأشياء اللي مرت من خلال كلامه المقابلة مع ما أدري هي ساعتين ساعة ونص ساعتين فيه تفصيلات لطيفة عنده وكيف انه الان صارت قضية انه اللغة العربية هي اللغة الكونية الام لدرجة بقول لك انه تجد في الأقسام المكتوبة اللغة الفرنسية اللغة الانجليزية اللغة كذا اللغة كذا اللغة عند العربية شو كاتبين اللغة الكونية الام هذول الأجانب وانه البريطانيين اليوم لما بيحتفظوا للأجيال القادمة بكلام بكتبوا بالعربي لانه معارفين انه الانجليزية هاي الموجودة اخر هذا القرن بتموت يعني بصرش زي ما انه اصبح الانجليزي اليوم بقدرش يتواصل مع شكسبير لما بنقضي هذا القرن بتبقى هو قال بتبقى تلتة لغات يبدو منها الصينية والاسبانية والعربية هو بقول لا مش صحيح اللي بيبقى بس العربية ما بتموتش طب ليش بتموت اللغات الى اخرين لفت انتباهي انه بذكر انه الالف لا لحظة الالف واللام هذا خصوصا الان في علم علم على فكرة في علم اللغات والصوتيات واشي هذا عمل الان متطور والان بدأ القرآن يتجلل فيه قضيات صوتياته انا اسمعت واحد عم بقول من العلماء بذكر انها بذكر شخصيا نفسه انه طالبين منه الاجانب يعني انه يجيب لهم غناء عربي مشان يضعوه في الان في اجهزة اجهزة وهذه الاجهزة بتقول لك اذا هذا الكلام منسجم فيه ثغرات ولا ما فيش يعني منسجم ومنضبط وكل شيء كما وهندسي يعني بدون اي فراغات فبقول لك من المغنيين المتقنين عندهم اللي هم يعني الطب كنه جايب حسب الالة هاي جايبين في حدود ثمانين في المية يعني هذا هذا اعلى واحد في في الاداء في الاداء في الاداء بحيث ايش هو الاداء بيعطي الجمال هو مش بس الصوت مش واحد صوته جميل طب صوته جميل وقعد بخبص يعني ما فيه فيه فراغات وفيه الاخره اللفت انتباهي بقول انه انا طلب مني فقدمت لهم جزء عامة بصوت الحصري جزء عامة بصوت الحصري فالمهم هم لما لما اشتغلوا عليه في اجهزتهم فاخذ مية بالمية شفتوا قاعد بتطور الامور الان البشر سنريهم قال اخذ مية بالمية الحصري بيقرأ عليه اساس الحصري بيقرأ زي ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيك بيقرأه هو من عنده ولا ايش معنا اليوم احنا اخذنا القرآن بالسند من هون للرسول كيف يعني كيف اخذناه بالسند يعني بدنا نشوف كيف جبريل علم الرسول معناته جبريل اللي شو اسمه هاي مش الرسول بس وجبريل علم الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول علمنا فاللي اخذ مية بالمية الحصري الحصري اللي اخذ مية لا الحصري لانه متقن في قراءة القرآن كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا جهد بخذ سنين كما علم الرسول هذا واحد وهذا صاحب اللغة الكونية الأم شو يقول لفت انتباهي هو بقول في اللغات كلها اذا ماتت الرا 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 حرف الرا اذا مات حرف الرا هذا مقدم لموت اللغة قال اما اذا ماتت الالف واللام معناته سكت قلبية هيك قاله هذا الام طبعا شو تفسير هذا الكلام مش وقته بس بدي تنتبه لقضية فاللي معاه في المقابلة شو بقوله خلوا الاف لام را ما انا فمتوا عليه فذكروا بالف لام را لاني قبل شو يش قلت انا انه طبش معنا هاي الحروف بالذات بدون باقي الحروف فهو انا بقول اذا ماتت الرا في اي لغة هذا مقدم لموت اللغة مقدمة مش موتها بس اذا ماتت الالف واللام معا ماتت اللغة أزاكت قلبية طب وإذا ماتت الالف طب وإذا ماتت اللام افهم Likewise 生 قالوا ما هو الالف واللام هذه بتمثل الأساس اللي بتقوم عليه اللغة أي لغة مش بس اللغة العربية الألف واللام بتقوم الأساس اللي بتقوم الجذر اللي بتقوم على أساسه شجرة اللغة قالوا ورها قالوا المادة الخضراء كلوروفيل يعني المادة الخضراء قالوا الروح قالوا روح اللغة الرا الأساس إيش الألف واللام قالوا قالوا الميم قلوا الميم هاي التربة اللي بتطلع فيها الشجرة فهموا الآن هاي التربية اللي تطلع فيها الشجرة يعني التربية مش بنقول الأساس اللي هو الألف واللام طبعا هذه القضية الآن صعبة لأنه مش موضوعنا الآن الألف واللام هي الأساس اللي بتكون على اللغات والتربية هي الميم والروح والمد الخضراء للشجرة الرا الفلام ميم والفلام را ها معناته هاي بدها خبرة حتى يفهموا الآن ألف لام ميم صعاد ليش الصعاد دخلت معها لأنه فهمنا ألف لام ميم را كمان هاي هالشجرات أمام هاي موجود لاحظة موجود الأساس والتربة والمادة الخضراء للشجرة تمام هاي في الألف لام ميم را هاي الرعد هاي صحيح الرعد هو بعدين بنزل المطر بنزل النايتروجين مش هاي القضية المهم بس هذا لتقريب الصورة ديروا بالكم إذن معناته لما نيجي نسأل نحن إيش معنا هاي الحروف يعني أيوي نسأله ممتاز إيش معنا ما هو بديك تسأل أصلا ما هو بديك تسأل فبالتالي آه لكن احنا هنا سنة 1990 1990 كان أول كتاب نخرجه سنة 1990 تحت عنوان إعجاز الرقم 19 وتعبير الرقم مش دقيق كثير بس يلا يعني تفريك من رقم وعدد عند أهل الرياضيات وغيرهم مش قضية ما شيء في اللغة إعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم مقدمات تنتظر النتائج هذا أول كتاب هو في الأول كان اسمه عجيبة 19 كانت التسمية بهذا الشكل عجيبة 19 بين تخلف المسلمين وضلالات المدعين كان اسم الكتاب بهذا الشكل بعدين تحول العنوان إعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم مقدمات تنتظر النتائج كانت الدراسة في هذا الكتاب بس لتسعة وشرين صورة بس لتسعة وشرين صورة شكرا لكم شكرا